مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم ومشاهدتكم لبرنامج عبر الكتاب باستمرار وأيضا لكل البرامج اللي بتقدمها قناة الحياة موضوع حلقة النهاردة موضوع مهم جدا وهو بعنوان المسيح أم محمد المقارنة التي يتهرب منها دكتور منقز السقار طلبت من الدكتور منقز أنه يعمل لنا مقارنة ما بين حياة المسيح وحياة رسول الإسلام وقلت أنه هذه المقارنة هتظهر أشياء كثيرة تظهر الصدق والكذب تظهر النور والظلمة تظهر الحياة والموت وتبقى فرصة أنه حتى للدكتور منقز أنه يقرر هو وغيره من يتبع؟ إلا أن الدكتور منقز رفض وبشدة أن يقوم بعمل مقارنة ما بين المسيح ورسول الإسلام وطبعاً اتحجج بأكثر من حجة مع أن المقارنة هنا هي مقارنة خلينا أقول غير عادلة فلا يمكن أبداً أن نقارن المسيح بأي شخص حتى المسيح بحسب الجسد عاش حياته على الأرض لم يكن في فمه غش ولم يفعل خطيئة فكيف لنا أن نقارن ما بين الظلم النور والظلمة فمع أن المقارنة أساساً زي ما بقول غير عادلة إلا أن المقارنة أيضاً مهمة وضرورية للذي يريد أن يعرف من هو يسوع والذي يريد أن يقرر من يتبع ومن يتاخذ كقائد كمخلص كقضوة كمعلم في حياته هناك عدة أسباب تجعلنا نقوم بهذه المقارنة وضرورية جداً أن نحن نعمل هذه المقارنة لكن قبل أن نتكلم عن الأسباب المهمة وضرورية لمقارنة المسيح مع رسول الإسلام خلونا نسمع الفيديو بتاع الدكتور منقذ وهو بيرد علي وبيرفض أن يقوم بهذه المقارنة جناب القيس يقول متحداك يا منقذ تجري مقارنة بين محمد والمسيح عليه الصلاة والسلام كيف تريد أن يجري مقارنة بين إله وبشر معقولة جناب القيس تيجي منك هذه برضو طبعاً خلونا نوقف هنا طبعاً ده تهرب ليه؟ هو بيحاول يهرب من الموضوع آه المسيح هو الكلمة الله المتجسد لكن يا عمي أنا عايزك تقارن ما بين المسيح الذي عاش على أرضنا كإنسان كامل في علاقاته في تعليمه في حياته فيما قال وفيما فعل وتقارنه بغيره زي ما أنا ممكن أعمل مقارنة ما بين المسيح وبين موسى ما بين المسيح وبين داود زي ما بنعمل مقارنة ما بين المسيح وبين كل رجال العهد القديم مش مشكلة أن أنت تعمل مقارنة اعمل لنا مقارنة عندك الأربع أناجيل بتقدم لك حياة الرب يسوع بكل وضوح بتقدم لك ماذا قال وماذا فعل كيف تعامل مع الناس كيف كانت ردود أفعاله هل كان رجل حرب هل كان رجل قصوى هل كان منت عمال تتكلم بقالك في حلقات كتيرة بتحاول تظهر أن المسيح كان قاسي وكان غير رحيم وكان شخص يعني غير شفوق على الناس وفي معاملاتهم بقالك يعني النفس الفيديو اللي أنت بترفض فيه دوا أنك تعمل مقارنة وتتكلم عنه وتجيب آيات وتجيب شواهد وردين عليها كلها أن المسيح كان بحسب نظرك كان رجل عنصري كان رجل بينادي ببغضة الولدين كان رجل أيضا بينادي بزبح الأعداء يا عم اعمل لنا مقارنة كم الفيديو برضو إذا أنتم اعتقدين أن المسيح إله بدك ياني اعمل مقارنة بين إله وبين بشر عادي مستحيل جراب القس إلا إذا كان في خلفيتكم الذهنية ترفضون ألوهيته وتعتقدون بأنه هو عبارة عن نبي لا طبعا الكلام ده غير حقيقي ولا يمكن أبدا نحن نؤمن أن المسيح هو كلمة الله المتجسد الكلمة الذي صار جسدا نحن نؤمن أن المسيح هو الأقنوم الثاني نحن نؤمن أن المسيح هو إله حق من إله حق لكن أنا عايزك تعمل مقارنة ما بين أيضا المسيح الذي هو إنسان كامل فهو لم يكن فقط إله كامل لكنه عاش في أرضنا كإنسان كامل اعمل هذه المقارنة خليك شجاع مش عايزك أن أنت تفكر أن المسيح إله لا 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 أعمل أديك عندك النصوص هو واحد أجيب لك نصوص كيف عاش وكيف تكلم وكيف صنع وكيف جال وكيف تعامل مع الناس وكيف وكيف خذ هذه النصوص عن حياته في الأربع نجيل وقارنها مع حياة أو السيرة النبوية كمل هو عبارة عن نبي هم جناب القص فكيف تريدني أن أجري مقارنة بين من تعتقدون ألوهيته وبين من نعتقد نبوته وأنت تعتقدون بشريته ليش ما تطالبني أن أجري مقارنة بينه وبين غيره من الأنبياء إذا كنت تعتقد بأن المسيح عليه الصلاة والسلام إلى أموما جناب القص السبب الثاني بقى السبب الثاني للهروب السبب الأولاني أنه أنتوا بتعتقدوا أنه هو إله فليمكن أبدا أعمل مقارنة بين إله وبين بشر طيب نسمع السبب الثاني بتاع الدكتور منقذ أموما جناب القص نحن يعني نرفض مبدأ المقارنة بيننا أيوة هو ده السبب الأساسي ده لا أبدا أبدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري لا تفضل بين أنبياء إلا مبدأ المفاضل بين الأنبياء يؤدي إلى انتقاص أحدهم طيب طبعا لأنه إحنا لا نؤمن برسول الإسلام فبالتالي مبدأ المقارنة ده موجود ونقارن ما بين المسيح وما بين موسى ونقارن ما بين المسيح وألية وما بين المسيح وأشعياء لدينا مشكلة لكن بالنسبة لك أنت الموضوع أكبر من كده بكتير أنت تريد أن تخفي ما يمكن أن يظهر من خلال هذه المقارنة دكتور منقذ ما عرفش تعرف عن مايكل فليبس مايكل فليبس كان حديث الأولمبيات ويعتبر واحد من أعظم الأولمبيين اللي دخلوا في المنافسات الأولمبية مايكل فليبس الشاب الأمريكي اللي يعتبر أعظم سباح في التاريخ في كل التاريخ البشري يعتبر هذا الشاب أعظم سباح في التاريخ يطلق عليه لقب السمكة الطائرة The Flying Fish الوحيد في كل الأولمبيات وفي تاريخ الأولمبيات اللي حصل على أكتر من 28 ميدالية أولمبية منهم 8 ذهبية مايكل فليبس كسر كل الأرقام القياسية المعروفة في السباحة في الأولمبيات مايكل فليبس صار هو الصورة اللي بتستخدمها الشركات الكبيرة شركات صناعة الملابس الرياضية ده نايكي والشركات الأخرى شركات الأكل وبيبسي والشركات الضخمة الكبيرة كل شركة تريد أن تروج لمنتجها وسط الشباب مايكل فليبس كان يعتبر هو الوسيلة وتعاقدت معه شركات كثيرة جدا إلا أنه سنة 2015 تقريبا مايكل فليبس كان سيء عربيته بسرعة جنونية على الطريق السريع وقفته عربية بوليس واكتشفوا أنه هو بيسوق تحت تأثير المخدرات كان واخد مخدرات وبيسوق تحت تأثير المخدر اتقبض على مايكل فليبس وتعملت له قضية ومجرد أنه الشركات الكبيرة عرفت بالموضوع بدأت تفسخ العقود بتاعتها مع مايكل فليبس والشركات قالت أنه ما ينفعش دون يكون قضوة للولاد ما ينفعش فالشركات الكبيرة لغت عقودها مع مايكل فليبس وخسر وقتها احترامه وسط الشباب وسط الأولاد وخسر أنه يبقى قضوة لأن الشركات دي خديتها كقضوة رياضية وبالتالي تقدر تروج لمنتجتها لأنا عايز أقوله أنه القضوة مهمة جدا فإذا كانت الشركات اللي بتنتج أشياء بتختار دايما الرياضي اللي يكون قضوة في حياته وفي سلوكه عشان تروج لمنتجها فكام يكون مؤسس دين قضوة وعشان كده مهم جدا أنك تعمل مقارنة ما بينه وما بين الآخرين في حياته وفي سلوكياته وتعليمه وأفكاره ليه المقارنة مهمة لأنها مش بس متعلقة بمنتج هي متعلقة بأبدية الإنسان أبديتي وأبديتك يا دكتور منقذ متوقفة على بمن نؤمن بمن نؤمن فنحن لنؤمن مجرد أو نقبل شخص لفترة زمنية معينة وتنتهي بعدها هذه الفترة لكنه العلاقة اللي بناخدها أو الإيمان بتاعنا مرتبط بحياتنا هنا ومرتبط بأبديتنا وأبديتك حتقضيها يا دكتور منقذ مع من تحب ومع من تختار كمان القضوة مهمة لأنها بتشكل سلوكياتنا وبتشكل أفكارنا وبتشكل حياتنا اللي بنعيشها هنا على الأرض فإذا كان قضوتي بينادي وبيقول أحب أعدائكم غير لما يكون قضوتي وقاتله إذا كان قضوتي بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنبها غير لما يكون قضوتي قويته الجنسية بتفوق أربعين رجل وبيتوف على زوجاته بغسل واحد وغيره 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 اللي هنتكلم عنها كده مهم يا دكتور منقذ أنك تعمل المقارنة دي المقارنة ليست متعلقة بأنه يعني مجرد أنك تحط ده هنا وتحط ده هنا المقارنة متعلقة بالأبدية ومتعلقة بالحياة اللي بنعيشها ومتعلقة بتوجهاتنا متعلقة بكل ما فينا كبشر عشان كده أنا مع أنه موضوع الإسلام مش موضوعي بس أنت بتكبرني أن أدخل فيه وأتكلم عنه مع احترام الكامل لكل الإخوة المسلمين لكن فعلا المقارنة مهمة وأساسية وضرورية في كتابه لين أرى الدكتور يحيا إبراهيم يحيا إبراهيم اليحيا في كتابه لماذا يجب أن ندرس السيرة النبوية لماذا يجب أن ندرس السيرة النبوية حط لينا ثلاث أسباب أول سبب يا دكتور منقز آل القضوة لأن رسول الإسلام يعتبر القضوة القضوة والنموذج لكل المسلمين فأنا لازم أدرس حياته ولازم أدرس حياته ولو جدع بقى أقرن حياته بناس تانية كتليهم رسالة أخرى عشان أعرف صح من الغلط بس إن وين لأنه هو القضوة والنموذج لكل المسلمين سابق التاني بيقول لنا الدكتور يحيا أنه حتى يزداد إيماننا بصدقه يزداد إيمانكم بصدقه فبتدرسه السيرة النبوية سابق التالت حتى يمتلكنا حبه في قلوبنا لشي نحبه أكتر الأسباب دي كفيلة يا دكتور مونكز إنها تجعلك تقارن ما بين المسيح وما بين رسول الإسلام لو مهتم بأبديتك فعلا وأنا بكلم كل إخواتي المشاهدين سواء المسيحيين والمسلمين لأنه موضوع خدمتنا الأساسي هو أبدية الإنسان أين ستقضي أبديتك وكل واحد هيقضي أبديته مع من أحب ويحب عش كده يا دكتور مونكز مهم جدا ما تتهربش من الموضوع في كتابي المسيح من هو وأنا بتكلم عن المسيح من هو حطيت أيضا أكتر من سبب يدفعون كمؤمنين أن ندرس حياة المسيح أو يدفعك كمسلم كمان أنك تدرس حياة المسيح أول سبب حطيته لأن شخص المسيح هو مركز إيماننا إيه هو مركز الإيمان مركز الإيمان هو شخص شخص المسيح فالإيمان المسيح كله مبني على طبيعة المسيح وحياة المسيح وما صنعه المسيح لأن أيضا المسيح هو موضوع نبوات العهد الأديم كله سعب الثاني لأن المسيح هو وحده الذي من خلاله نعرف الله الحقيقي لأن أيضا المسيح سوف يأتي ويدين الأحياء والأموات ومن آمن به يخلص إحنا ما نتهربش من المقرنة ما بين المسيح وما بين رسول الإسلام إن موضوع المقرنة ده موضوع كبير هتكلم عن إيه ولا عن إيه ولا عن إيه ولا عن إيه لكن وأنا بحاول أحضر شوية نقط قلت يمكن المقرنة دي ألخصها في عدة نقاط أكلم عن نبوات عن مجيئه هل توجد نبوات عن مجيئه ولا ما لا توجد نبوات عن مجيئه هل العهد الأديم الله أعلن فيه عن شخص المسيح ولا ما أعلنش دي أول نقطة حاول نتكلم عنها طيب أخذ مدخلة ألو الأخ يوسف من الجزائر ألو أهلا ومرحبا أهلا ومرحبا بك عندي سؤال أخي تفضل يعني في صراع في صراع الأديان وكل يعني مجرد إيمان مثل المسلم لما ترع عنده يقول لك أنا مؤمن بكذا وكذا وكذا والمسيحي كمان واليهودي كمان كل مجرد إيمان يعني شو يثبت لي يعني المسيحية هي الطريق الصحيح مئة في المئة كويس حلم ده سؤال مهم جدا وبشكرك أخي يوسف على أنك طرحته شكرا كل واحد بيقول أنه اللي عنده هو الحق طب إزاي أنا كشخص أعرف الحق فعلا وميزه عن ما هو ليس حق هنا بيجي دور مهم جدا أخي يوسف أو الحاجة مهم جدا أنك تعرف أنه الله كلي صلاح طبيعته هو أنه صالح فكل ما فالله هو صلاح جودنس هذا الصلاح بيعلن من خلال محبته رحمته أعنيته اهتمامه بالناس خلقته ده مهم جدا وهنا ييجي بقى الله الصالح دوا لما يحب يوصل لنا رسالة ولما يحب أنه هو يتواصل معنا ولما يحب أنه هو يعلن نفسه لنا يعلن نفسه ازاي ما هو الإسلام بيقول أنه الله أعلن نفسه من خلاله والمساحية بتقول أن الله أعلن نفسه من خلال المساحية إيه الحقيقي وإيه الغير حقيقي هنا بييجي دور العقل دور الإنسان اللي بيبحث عن الحق اللي بيدور عليه وأنا أعتقد أخويا يوسف أن أنت واحد من هؤلاء اللي بيبحث عن الحق لأن سؤالك بينم عن فعلا شوء حقيقي للبحث عن الحق هنا أجي أقارن ما بين حياة المسيح وحياة رسول الإسلام هنا أقدر أقارن ما بين تعليم المسيح وتعليم الإسلام هنا أقدر أننا أشوف إذا كان فعلا الله بهذا الشكل الإله الصالح فهيعلمني إيه؟ إيه اللي هيعلمهوني أنا كإنسان؟ هل هيعلمني العنف والقصوة والقتل والذبح والاختصاب؟ أم أنه هيعلمني المحبة والتسامح والعطاء والخدمة؟ هل هل هيبني العيلة بتاعتي ولا هيضمر العيلة بتاعتي؟ هل هيقول لي أحب مراتك ولا هيقول لي اضرب مراتك؟ هل هيقول لي اكرم والديك؟ ولا لا هل هيقول لي اعتدي على الآخرين الذين لا يؤمنون بإيمانك؟ ولا يقول لي أحبهم وازهر ليهم إيمانك هنا دور المقارنة مهم جدا وكل واحد أخويا يوسف بيدور على الحق قام بهذه المقارنة وطلب من الله أنت تؤمن أن الله موجود اطلب من الرب أنه يقودك ويرشدك وانت بتبحث عن الحق وربنا عمره ما هيبخل عليك بأنه ينور عقلك وزهنك لتعرف الحق الرب يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة وإذا كان الرب يسوع هو الطريق والحق والحياة فمستعد يرشدك ويرشد غيرك لكي ما تعرف الحق ولما تعرف الحق أخويا يوسف هتتحرر تتحرر من كل الأفكار والمعتقدات الكاذبة لأنك سترى وتعرف الحق أخذ مداخلة أخرى الأخ مهاجر من السودان أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك نحن كمسلمون نقول نؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد لكن الدين المسيحي لا أدرك شيئا طب أي سؤال حضرتك سؤال الثاني نحن نؤمن بالكتب السماوية كل نفرق أن أي دين دا كويس سمعني بس في نغواشة كده في الصوت والصوت بيروح وييجي مش متواصل يعني الصوت بيقطع فمعرفش حضرتك بتتكلم من سيلفون ولا بتتكلم منين خدت وقع كمان طبعا هو رسول الإسلام عمل ديا علشان يقفل عليك يقفل عليك أنت أقبل دول وانتهى الموضوع كويس ولازم عشان تقبلهم يبقى أنت كمان يعني بتقبل رسول الإسلام فتقبل الكل تقبل كل على بعضه بس أحبائي زي ما فيه حق يوجد كذب وزي ما فيه نور يوجد ظلمة وزي ما فيه حياة يوجد موت وأنا كشخص كشخص ربنا أعطاني عقل أنت كمسلم بتقول أنا بأؤمن بالأنبياء وبأؤمن بالكتب أنت فعليا لا تؤمن بالمسيح كما أعلنت ولنا الكتب أنت عندك مسيح آخر عملت لعقلك غير المسيح اللي بتنادي به الكتب المقدسة فأنت فين أنت حتى لما بتيجي عند الإنجيل تقولك الإنجيل محرف تيجي عند العهد تقولك العهد القديم محرف أنت رافد تقبل الإيمان بالمسيح كما يؤمن به المسيحيين مؤسسا على كلمة الله على كتاب معدس فما تقوليش أن أنت بتؤمن بالكتب أنت عندك الكتب كلها محرفة عندك الكتب كلها ما تقدرش تعتمد عليها ده في الفكر الإسلامي فأنت فعلا لا تؤمن بالكتب الكتب الوهمية اللي عندك في دماغك هي اللي بتؤمن بيها لكن الكتب الفعلية اللي موجودة بين إيدينا أنت ما تؤمنش بيها فأنت كونت عندك في مخيلتك صورة للمسيح لا تتماشى مع الكتب المقدسة تتماشى فقط معك أنت ومع إسلاء القرآنك لأنك لا تريد أن تشغل عقلك أنت مش عايز تفكر واحد جيه بعد ستمائة سنة من المسيح يلغي كل شهود العيان ويلغي كل التاريخ اللي قابله ويقولك المسيح لم يصلب طب الديني دليل ما يدي لكش دليل وإنت عليك كمسلم منك تقبل دوا وإلا تبقى غير مسلم طب ما تفكر مش كل حاجة بنقبلها بنقبلها بالعقل بالأدلة بالبرهيم ده أنت لو وقفت قدام قاضي دون أن تقدم برهان واحد على صدق كلامك ممكن يحطك في الأفص لأنك متى الدعي كذب قارن ادرس ادرس المسيحية ادرس الكتاب مؤدس ادرس حياة المسيح ومش ممكن الله يكون بيناقض نفسه مش ممكن الله اللي يقولك أنه من البدء خلقهما ذكرا وأنسا هو يكون نفس الإله اللي يقولك مسنى وثلاث ورباع مش ممكن مش ممكن الإله اللي يقولك أنه أيها رجال أحبوا نساءكم يجي يقولك واضربهن واهجرهن مش ممكن مش ممكن الإله اللي يقولك أحبوا أعداءكم يجي يقولك اتبعهم وقتلهم واسلخهم واحرقهم ده يبقى إله شوزفرينيا فش كده مهم أن أنا أقارن مهم أن أنا أشغل عقلي هل يعقل أن الله يأمر بهذه ويوافق على هذه ولا لا وأنا من من هذا البرنامج بترجى كل شخص بيسمعنا من فضلك أنت بلا عزر هتقف قدام الرب الديان وما يكونش عندك أعزار والرب يدينا نعمة العقل والتفكير والبحث ولو لو طلبت من الرب أن يرشدك فعلا للحق قوله أنا مش عارف دا بيقول ودا بيقول ودا بيقول وأنا مش عارف عندنا النهاردة قصص لإخوة عابرين كثيرين طلبوا الرب في هذا الأمر والرب حتى ظهر لهم برؤى وبأحلام وتكلم معاهم وقادهم وأرشادهم للإيمان الصحيح الأمر متعلق بأبديتنا أحباي متعلق بأبديتنا دا لما الأمر بيكون متعلق بالبيزنس بتاعنا أو بأشغالنا بنعد نحسبها وندرس ونقار وما نخش في مشروع غير لما نكون درسين وعارفينه طب ليه مش بتعمل كده بأبديتك طيب نكمل مع بعض المقرنة يعني نقدر نحن ندخل فيه أكتر من مجال النبوات أيها ما قيلت فيه نبوات ما هي آخر كلمات قالها كل من هما لأنه الإنسان بتظهر طبيعته الحقيقية وهو في لحظات موت لما الإنسان بيبقى يعني كل الجواب بيظهر فما هي آخر كلمات قالها المسيح وما هي آخر كلمات قالها رسول الإسلام ما علاقة كل منهما بالنساء الجنس الآخر ما علاقة كل منهما بالخصوم أعداء حياة كل منهما هل اعترفوا اللي اتنين إنهم خطاه ولا واحد بس اللي اعترف إنه خاطي واحد اعترف إنه قدوس هل الناس كانت بترى حياتهم إزاي في قداسة أو في خطية دي نقطة مهمة جدا أتنقل إلى أول نقطة نبوات عن مجيء طبعا لو خدنا رسول الإسلام بالنسبة لنا احنا كمسيحيين وبالنسبة اليهود على فكرة لا توجد نبوة واحدة عنه هو النهار ده ايه المشكلة الكبيرة اللي احنا بنوجها بيحاولوا يلزقوا صدقوني كلها تلزيق ما ينفعش من تسنية 18 ل سفر العدد 24 ل بعض المزامير مش رضية تركب ومش هتركب عمرها ما هتركب مع أي واحد بيفهم الكتاب مؤدس هيدمر كل هذه الاقتباسات من 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 أصلاع لأنها ما تنفعش تركب على رسول الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ما فيش نبوات هو هو ونهار هذا الذي يعمل دكتور من هو عايز يثبت أن الكتاب مؤدس اللي هو بيؤمن أنه محرف على فكرة لكن لكن عايز يثبت من الكتاب اللي هو بيؤمن أنه هو محرف أنه هذا الكتاب تنبأ عن مجيء رسول الإسلام فيعمل ياخد آية ويطير بيها لا ليه علاقة بالقرينة ولا ليه علاقة بالمنطق ولا ليه علاقة بأي حاجة ده حتى فيه حاجات تدحك كله حلاوة ومشتهيات وأي نطق قريب من النطق اللي هو عايز انطق ويقولك وخلاص ليه الروح القدس للباراكليت لكل الحاجات دي يصدقوني حاجات أوقات الواحد يقعد يسمعها ويقراها يتحك لليهود قبلينها ولا المسيحيين قبلينها لليهود قبلين التفسير ده ولا المسيحيين قبلين التفسير ده أنا ما تسجل المسيح قول لليهودي طلع لي من العهد القديم نبوات عن المسيح أوه أوه تيجي للمسيح تقوله طلع لي من العهد القديم نبوات عن المسيح نفس النبوات اللي طلعها اليهودي عن المسيح بيطلعها أيضا المسيح أكثر من 300 نبوة عن طبيعة شخصه ومجيئه وموته وفداؤه ومجيئه التاني حتى فمفيش الله يكون في عون الإخوة المسلمين تفو مأزق نوت التانية زي ما قلت كلمات الأخيرة كلمات الأخيرة بتظهر طبيعة الشخص وتظهر جوهره دي آخر كلمات هيقولها دي لحظات الموت ماذا قال رسول الإسلام عن لحظة موته كويس أولا موت رسول الإسلام كان نتيجة مرض أصابه تسمم من أكل أكله ولم يستطع أن يشفي نفسه ولما في موته الأي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كبور أنبياءهم مسجدا كلمات اللعنة دي يعني الكلمات الأخيرة بتاعتهم بيلعن فيها اليهود ويلعن فيها النصارى لكن ماذا قال المسيح وهو على الصليب هل خرجت كلمة لعنة من فمه مع أن اليهود كانوا شمتانين والرومان منفذين للصلب مع أنهم الترياء عليه مع أنهم قالوا خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلصها مع أنه لما طلبوا قال أنا عطشان أعطو خلا يا أبتاه ممتلك ممتلك قلبه وفكره هنا محبة الغفران لآخر لحظة بيفيد بيها على أعداء زي ما قلت من فضلك لا تستهين أبدا بأبديتك لأنه ده هينتج عنه برودكت منتج يختلف عن دوان مئة وثمانين درجة إزاي بقول الكلام ده عارفين لما في في وقت ريب واحد عمل البحث عن مدى تأثير الوالدين والأجداد إذا كانوا أشرار أو أطقياء على نسلهم يعني لو أنا جدي مثلا كانتقي أو جدي 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 كانتقي مدى تأثير دوان على على النسل اللي جي منه ولو جدي ده كان شرير بقى ورئيس عصابة مدى تأثير دوان أيضا على الأجيال اللي جات بعده فخد أسرتين خد أسرة واحد مشهور جدا كان خادم كان بيحب الرب كان معروف كان واعز اسمه جوناثان إدوار وده كان يعتبر أول رئيس لجامعة برينستون الشهيرة وكان واعز من بسمون بيوريتنز ولي كتبه وحياته وطقويته إلى آخره وكان عايش معاه في نفس الوقت في نفس الزمان شخص آخر كان رئيس عصابة قاتل جانز بيتاجر للمخدرات بيتاجر في الجنس إلى آخر الأمور دي كلها وحاول البحث دوان يشوف نسل كل منهما بعد عشرات السنين اللي حصل اكتشف أنه الشرير دوان من نسله ومن أولاده وأحفاده كتير منهم اتقتلوا كتير منهم كانوا بروستوتيوت في الدعارة كتير منهم كانوا بيتاجروا في المخدرات كتير منهم اتدمرت حياتهم وهم صغيرين مقارنة بجوناثان إدور اللي خرج من نسله حوالي 24 و 25 أسيس رؤساء جامعات لهوتية معروفة على مستوى أمريكا كتاب ومؤلفين لكتب لهوت مرسلين راحوا بالإنجيل لبلاد كتيرة أربعة من أسرته كانوا أعضاء في الكونغريس الفرق 180 درجة أنا بكلم على مدى تأثير القائد أو الرب الأسرة أو الشخص القدوة في حياة الأجيال اللي جاية وده بنجده أيضا هنا بوضوح ما بين من يقول لعن الله وما بين من يقول يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ده هيكون لي أتباع مختلفين عن ده وحياة هؤلاء هتكون مختلفين عن حياة هؤلاء فالأمر متعلق بحياتنا وبأبديتنا أنقل لنقطة أخرى الخطيئة كيف عاش كل منهما وكيف كانت حياته كلنا عارفين والمسلم يعرف كده كويس أن محمد صرح بأكتر من مرة أنه خاطئ يحتاج إلى أن الله يخفر له ما تقدم وما تأخر من ذنب كان يلعن يسب يشتم طيب أخد مدخلة والأخ زيتوني ألو ألو أهلين أخي زيتوني كيفك أنا بيك شو حوالك دكتور عزني صحتك كويسة كيف الحال الحمد لله شو حوالك أنت دكتور عزني نشكر ربنا مبسوط أسمع صوتك شكرا شكرا وبيك عايش بالله دكتور عزني المطلوب مع أنت يكون برنامج في موضوع واحد مع أنت أنا رأى أنك تشتت من هنا ومن هنا وأنت تتكلم عن أن الدكتور المنقذ يقول بأن الكتاب محرف وأن تضربوهم وليس هكذا تدير الحلقة وأصبح الدكتور عزني هو لا أرى الإنسان يعتقد ما يعتقد وكل ناس سنتقابل أمام الله سواء كان الله الذي نؤمن به نحن أما أنتم أنت تتكلم عن عن تحريف الكتاب المقدس ماذا تقول هو الكتاب المقدس يقول محرف ليس دكتور طيب أخي زيتون أنا عايز بس أولا مش هطلع بر موضوع الحلقة فبما أنك انت اتصلت هل أنت كمسلم تستطيع أن تقارن بين حياة المسيح وحياة رسول الإسلام لا يمكن المقارنة لا يمكن المقارنة دكتور عزني بالله عليك نعم كما قال المنقض سقال الدكتور هو قال ليه بل كيف تقارن بين إله وبين محمد ليه ليه دكتور رسول الإسلام المقارنة موجودة لازم أقوم بها أتركني بالله أتركني أنت أتكلم أنا هتركك يا أخي زيتوني نعم نعم تفضل سؤالي ما هو الكتاب المقدس لدى المسلمين ما هو الكتاب يا دكتور عزني ما هو الكتاب أنا أسألك ما هو الكتاب طيب أنت أساسا مش بترد على السؤال اللي أنا طرحته لا لا أنا أسأل أنت كباحث أو كدكتور أنا أسألك أنت مرجعك أنا سأجيب مرجعك كمسلم هو القرآن القرآن مرجع المسيحية هو الكتاب المقدس المتكون من كتاب من العهد القديم وعهد الجديد عندما نتكلم أنا أستشهد دائما أستشهد من الكتاب المقدس سواء كان القرآن هو كتابي الذي أؤمن به أنا وأنت ليس مسترز لما يقول لك أن كتاب لم يقول هذا ولكن عندما نقرأ نحن الكتاب المقدس الكتاب المقدس المتكون من من آن نجيل و العهد القديم فيه ما هو فيه ما فيه كلام الله وليس فيه الذي ليس فيه كلام الله وليس لا سواء سواء نحن نخرج برا موضوع الحلقة وهو المقارنة بين المسيح و رسول المقدس الكتاب المقدس أتابه يسوع واللهود ليس كذلك اوكي اوكي اخزيتوني انا دلوقتي بسألك سؤال واحد هل هل يمكنك ان تقارن ما بين حياة المسيح كما سجلها لنا الاناجيل الاربعة وما بين حياة رسول الاسلام كما سجلها لنا يا دكتور منكز يا سوري يا أخونا زيتوني يا أخونا زيتوني أنا دلوقتي بكلم عن المسيح الذي أتى بحسب الجسد وعاش بيننا كويس هو أتى إلينا في ملء الزمان ودخل إلى علمنا وعاش وسطينا واتكلم وسلك ونظر وصنع إيه المشكلة فإنك تقارن سواني إيه المشكلة أنك تقارن ما بين حياة المسيح كما سجلتها لنا الاناجيل الأربعة وما بين الحياة محمد إيه المشكلة لماذا لا تسمعني دكتور عزي لماذا لا تسمعني أنا سمعك أخ زيتون أنا سمعك أنت قلت وصنع أنا أقول لك من كتابك لم يصنع شي لم يصنع شي لم يصنع شي لم إيه عندما صلبوه عندما وضي على الصليب تلميذ كلهم تركوه وهربوه أنا دلوقتي في النقطة اللي أنا لسه ذكرها يا أخ زيتوني النقطة اللي لسه ذكرها دلوقتي واحد بيقول وهو بيموت على فراش المرض والموت لعن الله واحد بيقول يا أبتاه سواني بس سواني واحد بيقول يا أبتاه اغفر لهم نعم أيهما يا أخ زيتوني من وجهة نظرة ما قال لك أن الرسول يعطيني آية من القرآن قال رسول هذا الكلام يعني أنت مش بتؤمن بالقرآن أنا مش بتؤمن بالأحديث يعطيني آية أنت مش بتؤمن بالأحديث أنت بس بتؤمن بالقرآن يعطيني أنا قلتك الكتاب المقدس هيا الدكتور عزمي هجيب لك آيات في المواضيع التانية زيتوني أرد عليها لما نأتي نتكلم عن النساء ولم أريد نتكلم عن المواضيع الأخرى أرد عليها لأنه فيها آيات كتيرة يا أخ زيتوني يا دكتور عزمي أنا سألتك الآن بآية من الكتاب المقدس يقول بأن كتاب المقدس محرف يا دكتور يا أخ زيتوني أنا قدامي دقيقتين أنا هكمل معاك المرة اللي جاية بس يريد تتصل ونكمل مع بعض الحديث لكن اللي أنا عايز أقوله وأختم به أنه يا جماعة فعلا الأمر أكبر من مجرد مقارنة مبين اتنين الأمر مرتبط بأبديتنا فعلا الأمر مرتبط بحياتنا الأمر مرتبط بوجودنا سواء هنا أو في الأبدية أجي إلى نقطة اللي أنا بتكلم عنها أنه حياة رسول الإسلام هو أكتب من مرة سواء الأحاديث أو الكرآن بيأكد على أنه كان يفعل خطايا أما المسيح فقد ولد بلا خطايا وعاش بلا خطايا بل المسيح هو الشخص الوحيد الذي تحدى كل الجموع في كل التاريخ البشري كله وقال من منكم يبكتني على خطايا أنا ما قدرش أقولها النهاردة ولا يحد يقدر أقول ما حدش يقدر يجي النهاردة يقول أنه قلولي أنا بكتوني على خطايا أنا ما فيش حياة خطايا كلنا عارفين أنه الإنسان الجميع زاغوا وفسد الجميع أعوزهم مجد الله لكن يسوع المسيح وحده هو الذي عاش بلا خطايا لم يفعل خطايا ولم يكن في فمه غش قدوس وبار في أفعاله في أفكاره في نظراته في ردود أفعاله في معاملاته في علاقته مع الأعداء في علاقته مع السيدات كان قدوس وبلا خطايا أيهما التبع؟ أيهما التبع؟ لأنه من تتبع هتعيش معه أبديتك أيهما تتبع؟ من عاش حياة قداسة أم من عاش في الخطايا إلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم